السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين وان شاء الله يا رب نعاد عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية والعالم كله بالخير واليوم والبركاتة. كيف لكم معايا النهاردة فكرة جديدة وهو وش طمطم او واجه طمطم ازاي نقدر نشتغله بالكرشي بطريقة التباستري. نقدر نشتغله على اساس نعمل منه كوشنز ندخله في بلوفر او ندخله في بلوزة او ندخله في فستان او تقدر ادي فيه لاي حاجة انت حابة تشتغليه. هشتغلوا معكم النهاردة بغرزة الحشو هنشتغلوا بمجموعة الوان وكمان من بقايا الخيوط. مش هقول لكم ان انا هجيب خيوط جديدة لأ. هشتغلوا من بقايا الخيوط. اتمنى فكرتي النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول. اعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين ده الباترون اللي انا رسمته لكم علشان نشتغل عليه وش طمطم. زي ما احنا شايفين تقدروا تاخدوه. وصيوا بنات عشان اه انا هنا في الجزئي دي معلش وانا ببرسم اطلق بط شوية. انا النقطة عندي الاخيرة هي دي. لكن الجزء ده لأ. مش معكم. تمام? فاخدوا بالكم من النقطة دي. بالزبط الجيهة اليمين بتكون هي هي زيها جيهة اليسار. عشان ما تطلق بطوش. طيب. نبتدي نشرح الباترون بتاعنا كده بسرعة او على السريع. آآ في البداية هيكون عندي عدد السطور اللي قبل الرسمة او بعد الرسمة ممكن يكونوا تلاتة اربعة خمسة زي ما انت عاوزة. عدد السطور اللي تحت وليكم مسلا هنعمل اربع سطور ونعمل من فوق سطري بخمس سطور. وانت لو عاوزت زاودي من تحت او من فوق ما فيش مشكلة. طيب. عدد الغرز اللي على يمين وعدد الغرز اللي على اليسار. برضك اي عدد انت حبا بس لازم العدد اللي هيكون عندك على يمين هو هو اللي يكون زيه على اليسار. تعالوا نشتغل انا يكون عندي خمستاشر غرزة باللون اللي هو طبعا آآ القاعدة على اليمين وخمستاشر غرزة بعد الرسمة على اليسار. خلاص يا بنات يبقى كده معانا تلاتين غرزة بخلاف عدد الغرز الاساسية في الرسمة. طيب عدد الغرز اللي في الرسمة بتاعتي بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشر احتاشر اتماشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين. انا محتاجة خمسة وعشرين غرزة بالنسبة للقاعدة بالنسبة للصورة نفسها. وتلاتين غرزة اللي هي بتكون قبل وبعد الصورة يعني محتاجة الخمسة وخمسين غرزة. وزي ما قلنا مع بعض. هنشتغل بغرزة الحشو. بشتغل بغرزة الحشو لان لو هكون آآ او هكون حاجة مسلا لبيبي. او لو هكون كمان فهنبتدي المقاس ده هيكون حلو قوي. مش هينفع نتكبره اكتر من كده. لو حاب تكبري اكتر من كده تستخدمي نوع خيط يكون سمك واعلى من السمك اللي احنا بنشتغل به. طيب ارتفاعك ليه? طم طم. نجيب اعلى قطعة اه او اعلى جزء هنا. موجود عندي. نبتدي نات. بسم الله كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين. احنا هنا اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد ودلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين اربعين واحد واربعين اتنين واربعين تلاتة اربعين واربعة واربعين خمسة واربعين. خمسة واربعين. وآآ لو احنا عايزينهم يكونوا خمسة وخمسين زي اللي احنا اشتغلناهم. يعني محتاجين عشر سطور من تحت ومن فوق. يعني نقدر نقول يا بنات خمسة سطور تحت وخمس سطور فوق. تمام? علشان نخلي احنا عندنا مثلا عرض خمسة وخمسين غرزة. ارتفاعنا برضك للكشنز يكون خمسة وخمسين غرزة. كده احنا حددناها بطريقة سهلة وبسيطة. طيب لانا يا رندا لو انا حابة تكون او تكون المخدة تكون اكبر شوية. زو ادي عدد الغرز اللي على يمين وعدد الغرز اللي على اليسار. مفيش اي مشكلة. خلي لون القعدة هو ليكون ايه? آآ اكتر شوية. تعالوا بقى نبتدي نشتغل. احنا كده خلاص عارفنا الشكل بتاعنا والبطرون اللي هنشتغل عليه. بسم الله يا رحمن الرحيم. انا اخترت اللون ده هيكون لون القعدة اللي هو بديل للون الابيض. وانتو طبعا تقدروا تغيروه زي ما انتم عاوزين. يبقى احنا هنستخدم كده لون للقعدة. هستخدم آآ معلش انا ما عنديش اللون الاسود مش متوفر دولتي فهيخلي عيون طمطم البدل الاسود هخليها باللون الكحلي. لكن انتم طبعا يعني افضل ان انتم تشتغلوا بالاسود بس ايه? انا محبيتش استنى لغاية منزل اجيب خيوط جديدة. فحبيت نطبق مع بعض الفكرة وكل سنة انتم طيبين خلاص رمضان على الابواب فما حبيتش اعطل الفكرة عنكم. طيب. ده هخليه لون البشرة. وزي ما انتم شايفين والله هي بقايا الخيوط حتى انا مربطة الخيوط زي ما احنا شايفين. اهي. بس هنستخدمها برضك. زي ما قلنا مع بعض لازم يكون في مصداقية. انا قلت من البداية هستخدم بقايا الخيوط ودي حرفيا بقايا الخيوط. ده هيكون لون البشرة. تمام? ده هستخدمه للون الشعر. بيكونوا لونين بنكي. يعني لونين بنك بمبي بس بدرجات مختلفة. آآ لون الفستان هستخدم اللون اللي هو الاحمر البطيخي ده لكن ممكن تستخدمي الاحمر الصريح. ممكن تستخدمي اي لون تاني انت حبا. ولسه كمان معنا اللون الاصفر اللي هيكون اللون الياء بتاعي الطمطم. وهنا ده اللون الاصفر اهو انا جبته كمان عشان يكون كل الالوان موجودة قدامنا على طيب. نبتدي باسم الله اول حاجة بابتديها معاكم النهاردة هي القاعدة بتاعتي. طيب القاعدة بتاعتنا. نبتديها بقى بلون القاعدة بتاعة آآ الوحدة بتاعي. بسم الله هبتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط. والف الخيط حلقة على الهواء. زي ما احنا شايفين انا حسيت بس ان الاضاءة فتحة شوية فحبيت ان احنا نوصل لدرجة تكون واضحة بالنسبة لكم. اعتقد هي كده تمام. هنبتدي بقى الحلقة اللي كوناها بدخل بداخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها وطرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. زي ما قلنا مع بعض. محتاجين خمسة وخمسين سلسلة. نبتدي نشتغلهم قاعدة للكوشن او للمخدة بتاعتنا. علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابر حلقة بسم الله الرحمن الرحيم بس حاب اخرج منها. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبكمل لغاية ما بيكون معايا خمسة وخمسين سلسلة. رجعت لكم تاني وكده معانا خمسة وخمسين سلسلة. وقبل ما انسى يا بنات احنا بيكون عندنا اللون البنفسج ايه? اه في جزء طبعا اللي هي ايه? بيحدد البلوزة بتاعتها. طيب تعالوا بس نتكلم على الفاترون اللي انا رأسمي ده. اللون هنا ده الاحمر تمام? اللي هو الفستان نفسه. الاصفر دي الياء بتاعت الفستان. البنفسج دي خطوط بتكون اه داخل الفستان خلاص. بالنسبة للمكان دوت اهو. ده بيكون اللون البنك البنبي. انا بس حبيت افرق ما بين البنبي ده واللون ده. ده هيكون بمبي مش بنفسك. تمام? ده لون البشرة. هو والودان نفس اللون. بالنسبة للبقة احمر بالنسبة للعينين بتكون باللون الابيض. الاصفر ده مكان الابيض. وممكن كمان اللون الاصفر هنا نخليه باللون الابيض اللي هو لون قاعدة الشغل. حتى كمان ممكن نشيله. نخليه بقاعدة الشغل عشان ما تطلع بطوش. الاصفر ده هيكون بدل اللون الابيض. تمام? وهنا لون الاسود للعيون? واللون البنفسك ده مش بنفسك ده هيكون اللون البنبي التاني. تمام? يبقى انا عندي هنا ده لون البشرة. ده لون الشعر. خلاص يا بنات? واللون ده اللي هو الاصفر سواء في العينين او في اليقة هتكون بلون القعدة اللي احنا هبنشتغل به الطبيعي. خلاص? وترتيبة الالوان ترتبوها زي ما انتم حبيين. طيب نبتدي بقى نشتغل زي ما اتفقنا مع بعض هنشتغل بغرزة الحشو. احنا قلنا مع بعض هيكون عندنا خمس سطور بلون القعدة بنفس اللون الاساسي من فوق وخمس سطور من تحت. بعد ما اشتغلت خمسة وخمسين سلسلة هشتغل سلسلة ارتفاع ومش محسوبة من العدد طبعا. وابتدي هسيب الحلقة دي. معايا كده على الابرة حلقة. هسيب سلسلة الاولى واروح لرقم اتنين. بدخل في الحلقة الخلفية الباكلوب. اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة حلقتين. هسحب الخيط واخرج منه. وكل غرزة بدخل في الحلقة الخلفية الباكلوب من انه لا سلسلة. هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة حلقتين. بسحب واخرج منهم. وبشتغل خمسة وخمسين غرزة حشو على خمسة وخمسين غرزة سلسلة. لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. راجعت لكم تاني كده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بقى معانا خمسة وخمسين غرزة حشو. طيب محتاجين نرتفع كمان اربع سطور عشان خلص السطور اللي قبل الرسمة بتاعتنا. هرتفع سلسلة بلف شغل الناحية التانية. خلاص السطر التاني بابتدي عادي اشتغل تحت الفراغات اللي هي بتكون تحت حرف الفي وفوق الغرزة نفسها. الفراغة الصغير دايبنات زي ما احنا شايفين. كل غرزة حشو بدخل واشغل فوقيها غرزة حشو. احنا طبعا ارتفعنا سلسلة تفاع غرزة الحشو. وابتدي ادخل فوق كل غرزة اشغل غرزة حشو واحدة. لغاية ما باوصل كل غرزة حشو. غرزة حشو لغاية ما نخلص الخمس سطور الاولى. يعني انا كده هكمل السطر التاني وهشتغل بعد منه تلت سطور كمان. رجعت لكم تاني كده اشتغلنا خمس سطور والسطر اللي جاي هنبتدي رسمة بتاعتنا فيه. طيب. السطر اللي جاي هنعتبره هو اول سطر من رسمة بتاعتنا. احنا بنشتغل خمستاشر غرزة. آآ باللون اللي هو الاساسي بتاعنا هو هو. على اليمين وخمستاشر كمان على اليسار. طيب السطر الاول في اي الوان تاني او في اللون اللي هو الاحمر بتاع الفستان. في حاجة تانية غير الاحمر لا السطر الاول لا. احنا كده هنشتغل كام غرزة بقى. اللي هم خمسة وعشرين تقريبا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسع عشر حداشر اتناشر تلتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين من لون الاحمر. يبقى كده هبتدى اشتغل سلسلة. هلف شغلي من ناحية التانية. آآ خدوا بالكم يا بناتي. يبقى فيه وش عندنا للشغل وضهر للشغل. بحيس ان انتي لو هتبتدي تربوتي خيوط في بعضها عشان تضيفي لون جديد او حاجة زي كده. يكون كل الربطات او العقد في ضهر الشغل. وش الشغل دايما يكون معك نضيف. خلاص? كده معنا سلسلة ارتفاع غرزة الحشوة بتدى اشتغل خمستاشر غرزة فوق خمستاشر فراغ هيقابلوني واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسعة. عشرة. تاني. تالت كمان. عشرة. احداشر. اتناشر. تلاتاشر. اربعتاشر. طبعنا ليه توقفت عند رقم خمستاشر لان وحنا بنشتغل رقم خمستاشر ببتدي اضيف اللون الجديد. اللون الفستان زي ما قلنا مع بعض تدري تغير الالوان زي ما انتي حبها. وكل المطلوب منك بس ان هو لون العين باللون الاسود. آآ يعني انا غيرت القاعدة بس هو باللون الاسود. ولون الشعر والبشرة اتنين لون بمبي بس مختلفين عن بعض شوية. هنبتدي نسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بس قبل ما بعمل الخطوة دي ببتدي انا كده معي على الابرة حلقة بدخل الغرزة الاخيرة رقم خمستاشر اسحب الخيط واخرج. آآ نبتدي الحلقتين البقين عندي على الابرة. هسيب بقى اللون هنا او الابيض. وسيب مسافة وبتدي اكون عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي بقين عندي على الابرة. كده قفلنا اخر غرزة وفي نفس الوقت ايه? اضافت اللون الجديد. الخيط ده انا محتاج اسحبه في الجانب التاني فبيفضل معي في ظهر الشغل والخيط ده انا محتاج اخفيه خلاص بيفضل هو كمان معي في ايه? في ظهر الشغل. في ظهر الغرز اللي هاشتغلها. وابتدي اشتغل بقى خمسة وعشرين غرزة حشو على خمسة وعشرين فراغ بيقى بني. بدخل فوق الغرزة نفسها. وبيكون معي الخيط اللي انا مش بشتغل بي دلوقتي. والخيط كمان اللي انا عايزة اخفيه على الابرة. هسحب الخيط واخرج من تحته. معي حالتين بسحب واخرج من. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وبكمل لغاية ماوصل خمسة وعشرين غرزة حشو باللون الاحمر. كده اشتغلت اربعة وعشرين غرزة وفي الغرزة رقم خمسة وعشرين نشتغلها مع بعض ونرجع تاني اللون القعدة. بدخل اسحب الخيط واخرج. هسيب بقى اللون ده في الجهة دي. وابتدي اسحب تاني اللون القعدة. وابتدي اسحبه بقى من الحلقتين اللي بقين عندي على الابرة. واروح هسيب الخيط ده هنا لاني هسحبه تاني في السطر اللي فوق في نفس المكان. فمش محتاج ان انا اسحبه معي لغاية الجهة التانية. هبتدي اشتغل بقى بقية الخمستاشر غرزة البقين. عفوا. بنفس لون القعدة. واحد. اتنين. لغاية ماوصل لخمستاشر غرزة اول لبداية السطر. رجعت لكم تاني كده خلاص. خلص السطر الاول باضافة طبعا لون الفوس تاني. طيب. السطر اللي جاي نبتدي نشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين هيكون معي. احنا طبعا في المكان ده. آآ بنشتغل خمستاشر غرزة بيضة او القفايد اللي هو قاعدة بتاعتي. اللي هو مع قبل خمستاشر وبعد خمستاشر. لكن بعد كده راسنا بتاعتي السطر التاني. بيكون في اتنين بلون الفستان. واحد باللون اللي بنفسج. تمام? وبعد كده ببتدي عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة. باللون اللي هو الفستان اللي هو اللون الاحمر. وبعد كده واحدة بنفسج. بعد كده تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسعة. بلون الفستان بعد كده واحدة بنفسك وبعد كده اتنين باللون الفستان اللي هو اللون الاحمر وبعد كده خمستاشر باللون اللي هو بتاعنا. طيب نبتدي بقى نشتغل سلسلة ارتفاع غرزة الحشو بلف في الناحية التانية وبتدي اشتغل الخمستاشر غرزة فوقيهم خمستاشر غرزة بلون القاعدة بتاعتي زي ما احنا. كده الغرزة رقم خمستاشر هنشغلها مع بعض بدخل اسحب القيط واخرك هسيب بقى اللون ده. وابتدي اسحب اللون اللي انا كنت سايباه. بالخلف. من تحت الحلقتين اللي بقين عندي على الابر. تمام? وابتدي اسحب تعالوا بقى نجيب الخيط اللي هو القفايد ده في الاتجاه ده. نشتغل عليه. هبتدي اشتغل فوق اول غرزتين بلون الفستان. واحد. والغرزة اللي بعدها كمان. اتنين. بس اللي رقم اتنين هنسيب بقى اللون القفايد جوه. رقم اتنين هبتدي اضيف اللون البنافسي كتاني. لازم نزبط الخيوط بتاعتنا ونتأكد طبعا ان هي ايه? مسحوبة معنا بطريقة كويسة. بقى انا عايزا يكون داخل معي في الشغل. يبقى هنسيبه وراء زي ما هو. تمام? بقى كده واحد ورقم اتنين بدخل. هسحب الخيط وهخرج. كده تمام. هجيب بقى اللون اللي بقى نفسك. اللي هو تالت لون. بيكون الخطوط بس اللي في بداية الفستان. بنقفل عقدة بداية. بسحبه. من الحلقتين. كل اطراف الخيوط اللي مش بشتغل بيها معي. اهي. هنا هبتدي بقى انا هي دي حلقة واحدة بس باللون البنافسج يا بنات تمام. هدخل. اسحب الخيط واخرج. هنا هسيب البنافسج. وابتدي ارفع تاني ايه? اللون ده. لكن كل الخيوط بنبرمها كده بالشكل ده. وبيكون معايا في الخلف. هسحب بقى اللون ده تاني من تحت الحلقتين اللي باللون البنافسج. باللون البنافسج زي ما احنا شايفين. وبتدي اشتغل تسع غرز. واحد. اتنين. مش باين. تمام كده. تلاتة. انا اخو بالنا ان الخيوط اللي انا باسحبها من الداخل مش عاوزها تبان معايا قوي. حاول ان اكتب رميها بقدر الامكان. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بدخل. اسحب اللون واخرج. هسيب اللون البطيخي هنا واسحب اللون البنافسج تاني. والخيطين اللي انا مش بشتغل بيهم في الخلف. هسحب من هنا من الحلقتين. واروح ادخل اسحب الخيوط واخرج بالبنافسج. هسيب البنافسج تاني. وارجع اسحب اللون اللي انا بشتغل به. وطبعا لما حس ان الخيوط هتبتدي تخشه بعدها بسه يجيب بقى البكر. وازبط الخيوط بتاعتي كده. انا عايزة كل حاجة ما تكونش فوق بعضها. بس. بخلي طبعا بحرر الخيوط من بعضها. عشان شغلك يكون حلو ونضيف. اكيد هسحب بقى اللون ده من هنا. من الحلقتين البنافسج. وبسحب تاني البنافسج معايا في الخلف وهو لاني هسحبهم تاني هناك. ببتدي اشتغل تسعة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة بادخل اسحب. هنسحب البنافسج. الشكل ده اهو. وابتدي ادخل الغرزة اللي جاي. اسحب واخرج بالبنافسج. هسيب بقى البنافسج عندي في الاتجاه ده. لان هنا كده خلاص انا وصلت لنهاية اللون البنافسج في السطر ده. هسحبه بقى السطر اللي جاي. تمام يا بنات? بس هسحب من الحلقتين اللي بقيين عندي باللون اللي هو البطيخة. هشتغل الغرزتين باللون البطيخي او الاحمر واحد. تاني واحدة. هنيجي هنا بقى هسيب ده كمان هنا. وابتدي اسحب اللون من اخر حلقتين عندي. وابتدي اشتغل خمستاشر غرزة فوق خمستاشر غرزة باللون الاساسي بتاعي اللي هو لون القعدة. رجعت لكم تاني كده خلاص خلصنا السطر وزي ما احنا شايفين الشكل بتاعنا بتاديبان بالشكل ده. طيب السطر اللي بعده هيكون السطر الرقم تلاتة بالنسبة للرسمة بتاعتنا. السطر الرقم تلاتة بيكون فيه آآ هنا اهو تلاتة اتنين احمر وواحد بنفسج. بعد كده بنتدي نشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعة تاشر غرزة باللون الفستان واحدة بس باللون اللي بنفسج واتنين في النهاية باللون الاحمر. وبعد كده بنبتدي نشتغل ايه? الخمستاشر اللي عالية صار. بميبتدي كده احنا هنا ارتفعت السلسلة. بالي في شغل الناحية التانية. وببتدي اشتغل الخمستاشر غرزة بلون القاعدة. هي الغرزة رقم اربعتاشر. والغرزة رقم خمستاشر. بدخل اسحب الخيط واخرج. هنسيب القفايت ورا. واسحب اتنين باللون الاحمر لون الفستان. نسحب بقى الحلقة دي. من الحلقتين الموجودين عندنا على الابرة. نشتغل اتنين باللون الاحمر كده واحد. بشتغلها كاملة. اللي بغير فيها اللون بدخل اسحب الخيط واخرج. هسيب اللون ده تاني هنا. وابتدي اصحب اللون البنفسج اشتغل اسحبه من الحلقتين دول. ازبط بس ايه? ارتفاع الغرزة باللون الاحمر. وكل الخيوط معي في الخلف. وهشتغل فوق الغرزة اللي هي البنفسج دي. غرزة زيها بنفسج. ادخل اسحب الخيط واخرج. بس المفروض ان الغرزة اللي جاية هتكون باللون اللي هو ايه? اللون الاحمر. بارجع تاني اسيب البنفسج مع الابيض وراء. واسحب الاحمر هو اللي من تحت الحلقتين. زي ما احنا شايفين. نبتدي نشتغل احنا قلنا اه تسعة وتسعة تمنتاشر. وغرزة يبقى تسعتاشر غرزة كده واحد. اتنين. لغاية ما اللي باللون البنفسج. الغرزة اللي قبلها هقير فيها اللون هرجع لكم عندها. كده اشتغلنا زي ما احنا شايفين تمنتاشر غرزة والغرزة رقم تسعتاشر. بدخل اسحب الخيط واخرج. هسيب ده هنا. هسحب اللي هو البنفسج. من الحلقتين اللي عندي. هدخل فوق البنفسج. اسحب الخيط واخرج. هسيب البنفسج تاني. واسحب اللون الاحمر. من الحلقتين الموجودين. واشتغل غرزتين باللون الاحمر كده واحد. واخر واحدة بابتده غير فيها اللون. بدخل اسحب الخيط واخرج. هسيب بقى اطراف الخيط دي كلها هنا. وكل انا هسحبه دلوقتي معايا ايه? اللون الاساسي. بس الخيط دي هسيبها هنا لاني هسحبها في السطر اللي جاي. هسحبه من الحلقتين كده. وبتدى اشتغل خمستاشر غرزة على خمستاشر غرزة بتقبني. بص يا بنات بقى الشكل بتبتدي الرسمة او الصورة بتاعتنا توضح. ده بيكون شكل آآ تقريبا المكان الازرار زي ما احنا شايفين اهو. بالشكل ده. لكن احنا بنفضل نشتغل رايح جاي رايح جاي وشوفنا طريقة شغلنا ايه? هي مجرد بس آآ غرزة حشو. وعرفنا كمان بنوصل الخيط ازاي وبنلقطه في السطر اللي بعده ازاي? وبنبدل آآ الخيط في كل آآ لون بنشغله ما بين كل لون واللون التاني في مكان السطر سواء في وش الشغل او في ضهر الشغل. احنا طبعا سايبين الخيوط دايما بيكون عندنا في ضهر الشغل لكن لما بنيجي نشتغل زي ما شفنا في السطر اللي فات بعرف القطها برضك من السطر اللي هو بيكون هنا عندي وبارد من الخيوط في الجهة اللي انا ايه? عكس اللي انا شغال عليها. يعني انا شغالة على الوش ده فالخيوط بتبقى مرمية عندي ورا هنا. هي عامة في الوشين انا ببقى سايبها هنا. الوش اللي انا بسيبها هنا بسيبها هنا. لكن انا لما باجي اشتغل هنا يا بنات على وش الشغل انا سبتها ورا. لكن لما بشتغل على ضهر الشغل هبتدي آآ واحنا سايبينها ورا. بقى طول ما انا شغال عليها. لكن لما ببتدي خلاص هسيبها في السطر ومش محتاجاها تاني فبروح جايباها في الاتجاه ده زي ما عملنا مع بعض في السطر اللي فات بالزبط. لكن بكده انا مش محتاجة ان انا اشرح معكم لغاية ما نوصل لنهاية الرسمة. كده الطريقة دي انا هبتدي بقى اطلع بيها لغاية ما خلص الرسمة بتاعتي كلها بنفس الطريقة. رايح جاي رايح جاي مع تبديل الالوان زي ما شفنا مع بعض في الوش وفدة. لغاية موصل لنهاية الرسمة وارجع لكم تشوفوها معي شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين اكتملت معانا صورة طمطم وزي ما قلنا مع بعض من البداية احنا ممكن نشغلها على بلوزة او كاردجان او آآ نشغلها على كوشنز او نشغلها على اي حاجة احنا حبنا حتى لو كانت شنطة مربعة. بالشكل ده انا خلصت الوش الاول وكمان اشتغلت وش تاني. بس عبارة عن آآ سطور مكونة من غرزة العمود بلفة. يعني اشتغلت خمسة وخمسين سلسلة. واشتغلت على كل سلسلة منهم عمود بلفة. وفطلت رايحة جاية رايحة جاية باعمدة زي ما احنا شايفين. لغاية ما وصلت لنفس طول القطعة اللي احنا ايه واقفين عندها زي ما احنا شايفين اللي هي طمطم. طيب تعالوا بقى نجمع القطعتين مع بعض. بالشكل ده. ونختم آآ كوشنز او المخدة بتاعي. طيب. من نفس المكان اللي انا وقفة فيه هبتدي ارتفع سلسلة ارتفاع الغرزة الحشو. وهدخل فوق الغرزة اللي انا عندها. وفوق الغرزة اللي هي المقابلة ليا الاخيرة. واسحب الخيط واخرج معي على الابرة حلقتين هشغلهم بغرزة حشو. وهبتدي ادخل من الجهة دي. ومن الجهة دي. واشتغل غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو طبعا بتقابلني على الجهة دي. وفوق المكان اللي بيقابلني من الجهة التانية. تمام؟ اشتغل غرزة حشو على كل الغرزة. او على كل مكان بي قبلنا. بغاية ملف الشكل المربع بتاعنا كله. ونجمع القطعتين مع بعض. بامشي لغاية المكان هنا ولما بوصل للزاوية هنا اخر غرزة عندي بشتغل فيها تلاتة غرزة حشو في نفس المكان. ده ليه عشان خاطر لما نيجي المكان ده بيكون الشكل مدور شوية كده. فبالتالي عشان ناخد التدويرة اللي احنا نوصل بيها للجهة التانية. لازم اشتغل في المكان ده تلات مرات او خمسة يعني على حسب. الزاوية بتكون مكونة من تلاتة غرزة حشو في فراغ واحد او خمسة غرزة حشو في فراغ واحد. بس انا شايفة ان تلاتة هيكون كافي جدا. وبفضل بعد كده ماشي على كل غرزة تقابلني. فوق كل غرزة من هنا ومن هنا مع بعض غرزة حشو واحدة. لغاية ما بوصل بردك لاخر غرزة في المكان ده بشتغل فيها تلاتة حشو. وارجع بردك اشتغل في الجانب التاني اللي هو التالت بالنسبة لنا. غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اضم كمان الجانب ده. وفي النهاية خالص ببتدي امشي على الجانب ده بس يا بنات يعني مش بامشي على الجانبين بامشي على واحد منهم بس. ولو حب ان انا كمل على الجانب التاني آآ غرزة حشو بردك بس بعد ما بوصل للمكان ده. فانا همشي على الخط ده. والخط ده. والخط ده بغرزة الحشو. ولما بوصل لجهة دي هرجع لكم تانين كمل مع بعض. راجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين ابتدينا مع بعض من الجانب ده. واشتغلنا على الجوانب التلاتة واحد اتنين تلاتة بغرزة الحشو. زي ما قلنا مع بعض. في امكاني كأنك تشتغلي على السطر هنا كمان آآ غرزة حشو. بس هتشتغلي على الوش ده الاول وبعد كده ترجعها تشتغلي على الوش التاني. لكن احنا مش محتاجين نشتغل سطر كمان بغرزة الحشو بس لو حابين ما فيش اي مشكلة. طيب. هنبتدي نشتغل بطريقة تانية. نشغل بس ايه? كمان. لحد ما نوصل للغرزة الاولى هنا وهنا. بالشكل ده. طيب. بالشكل ده خلاص انا كده وصلت للنهاية. بالمكان ده بيتركب هنا السوستة بتاعتي. تمام يا بنات? يعني بيركب السوستة من الجانب ده من الجانب ده وبتكون بنفس اللون او لون القعدة اللي انت بتشتغليه. طيب محتاجين ان احنا نشتغل آآ سطر يكون بس ايه? يعني انا ممكن اكتفي بالشكل ده كده خلاص وممكن اشتغل سطر كمان هشتغل سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. اول غرزة هبتدي اشتغل فوقها غرزة حشو واحدة. وابتدي ارتفع سلسلتين واحد اتنين. وفي نفس المكان هشتغل اتنين عمود بلفة او تلاتة عمود بلفة كده واحد. اتنين. هسيب من تحت واحد اتنين فراغ والفراغ اللي بعده هروح اشتغل غرزة حشو واحدة. نرجع تاني فوق غرزة الحشو بارتفع سلسلتين واحد اتنين. وابتدي اشتغل في نفس الفراغ اللي قفلت فيه بحشو باتنين غرزة عمود او تلاتة زي ما انتم حابين عدد الاعمدة ما فيش مشكلة. طيب ازاي بنشتغل العمود لان انا مشتغلناش به في اه الوحدة بتاعتنا النهاردة خالص. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بدخل فراغي. هسحب الخيط وهخرج معي تلات حلقات باسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا اتنين هسحب واخرج منه. كده عمود. اتنين هنسيب من تحت فراغين ونروح لرقم تلاتة ونشغل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين بتدينا شكل الفسطونات بالشكل ده اهو. وبكرر لغاية ما باوصل لنهاية السطر. سلسلتين في نفس الفراغ بشتغل اتنين عمود. واحد. اتنين. هسيب اتنين فراغ ورقم تلاتة بروح اشغل غرزة حشو. بكرر دوت لغاية ما باوصل الى نهاية السطر. وبعد كده بمشي على الجوانب التلاتة وبعد كده كمان بمشي على الجانب اللي فوق دوت بنفس الطريقة. طيب دي طريقة ممكن نعملها كشكل. كده ده شكلي معي. طيب طريقة التانية او الشكل التاني. ان من نفس المكان اللي انا واقفة فيه بارتفاع غرزة الحشو وهي سلسلة واحدة. بلف شغل الناحية التانية بشغل غرزة حشو. هلف الخيط على الابرة هسيب اتنين فراغ والفراغ اللي بعده هبتدى اشتغل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة عمود بلفة من تحت هسيب اتنين فراغ واللي بعده هشتغل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين بنبتدى نضيف غرزة المروحة. زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. على الاطار الاخير من الشغل. الف الخيط على الابرة. ده الفراغ اللي اشتغلت فيه غرزة الحشو هسيب بعد منه واحد اتنين والفراغ اللي بعده بكون سبعة عمود في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وسبعة. من تحت بسيب اتنين فراغ. والتالت بروح اعمل غرزة حشو. وبكمل حتى نهاية السطر. ولما بوصل بردك لنهاية السطر. ببتدي الف بنفس الطريقة على الخددية او المخد بتاعتي او الكوشن بتاعتي كلها بنفس الطريقة. اه انا حبيت الشكل ده اكتر فهكمل بيه لكن زي ما قلنا مع بعض انا شرحت معكم الطريقة الاولى تقدروا تكملوا بيها لو حبينها او الطريقة التانية زي ما احنا شايفين. هكمل بقى الشكل بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم شوف ان الشكل النهائي ايه. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين. كده انا اشتغلت على الجانب ده. اهو. ومشيت هنا كمان. ومشيت على الجانب ده. وصلت لاخر الطرف هنا. هلف الخيط على الابرة. انا هنا طبعا اشتغلت في المكان ده هسيب. اه هنا مفروض باقي عندي واحد اتنين تلاتة ودي رابع غرزة. المفروض انا بسيب غرزتين واشتغل في التالتة. لأ هنسيب هنا التلاتة عشان نشتغل في الزاوية بتاعتنا. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة ستة وسبعة. طيب. وصلنا للمكان اللي المفروض بنركب فيه السستة او الازرار او الاربطة لو انتم حابين تعملوها برباط مفيش مشكلة. فالمهم ان انا عندي هنا جانبين. هشتغل على الجانبين? لأ. مش هشتغل على الجانبين. هشتغل على جانب واحد بس وهو اللي بيكون الوجهة بتاعتي او الوش بتاعي. الجانب التاني ده انا مش بشتغل عليه. تمام يا بنات? فهبعده للخلف بالشكل ده اهوض هنا مش هشتغل عليه. وروح للوجه بتاعي بعيد واحد اتنين ورقم تلاتة هدخل فوقيها واشغل غرزة حشو. وبقرر بقى على الجانب بتاعي كله اني بسيب غرزتين وروح اشتغل في رقم تلاتة سبعة غرزة عمود. اسيب اتنين فراغ من تحت وروح اشتغل حشو. وهكزة حتى نصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تانيو في نهاية السطر بقى في الفوق او الغرزة حشو اشتغلتها بغرزة منزلكة وبسيب عشرة سنتيو بعد كده بقصه وبعد كده بخيطه بقبرة التنضيب داخل الشون. لكن بنكون وصلنا كمان لنهاية فيديو النهاردة او فكرتنا النهاردة وهي طبعا عمل وجه طمطم على كوشانز او آآ نعمله على بلوزة او نعمله على شنطة او اي حاجة طبعا احنا حابين نشتغل الشكل ده معانا النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة زي ما شفنا مع بعض. ده بيكون الوش بتاعها. بالشكل ده من كل الجوانب. وهنا بيكون الضهر. زي ما احنا شايفين بالشكل ده وهنا طبعا بتتركب مكان السوستة ما بين الجانبين. لكن كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين وان شاء الله يارب بنعاد عليكم معالينا وعلى الامة الاسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. ما تنسوش بقى فضل اللايس امرأ اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشيروا وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا ضرار الجراز عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تطابوا صفحتي على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى عالم كله يارب.